السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب الصف السابع أتفاق المنطقة على المنطقة 50 أتفاق المنطقة 7 أستخدم هذه الأكتبات لتجعل سؤالات ثم أجلهم عندي أجموعة من الكلمات هاي الكلمات مخربطة رح نستخدمها لحتى نكون منها سؤال نرتبها بطريقة سؤال ثم نجيب على السؤال بدي أسأل مين هو الأكثر ذكاء أكثر شخصية عندها كانت ذكاء يلا نبدأ بأداة السؤال أداة السؤال طيب بعد من هو طيب من هو الأعيش دي أسأل من هو الأكثر ذكاء who is the most intelligent who is the most intelligent بعد intelligent الصفة بدي أحط النوم detective in history مين هو اللي كان أكثر شخصية تمتاز بالذكاء في التاريخ question mark إذن رح أرجع عادي السؤال who is the most intelligent detective in history question mark طيب يلا نجيب على السؤال مين كانت أكثر شخصية ذكية اللي هي حكينا من بين الشخصيات اللي هو تشيرليك هونز إذن بجيب إيجابة كاملة تشيرليك هونز is the most intelligent detective in history واضح طيب number two بتكتب يا مس بخط مرتب محمود سليم question mark which the detective is of serious best طيب بدي أحكي مين كان الأفضل شيء سري عند محمود سليم which which أدات السؤال which is مباشرة which is يلا بنحط الصفة the best which is the best من الأفضل which is the best بدي ناون detective طيب which is the best detective مين ضل عندي serious of محمود سليم وبنحط the question mark واضح إذن برجع للسؤال which is the best detective serious of محمود سليم شو كان الإشي اللي إله serious اللي هو the best detective serious of محمود سليم is the five adventures اللي الخمس مغامرات واضح إجابة the best detective serious of محمود سليم is the five adventures الخمس مغامرات number three novel more which thrilling romantic is novel or detective بدي أسأل مين اللي أكثر شيء فيه تشويق thrilling تشويق هل الرواية الرومانسية أم التحقيق الروايات اللي فيها تحقيق واكتشافات يلا أداة السؤال which which is مباشرة which is صفة more thrilling thrilling لأنها long adjective إذن more thrilling which is a more thrilling طيب نقطتين رئيسيتين بدي أذكر شو هنه a romantic novel or or إلا a detective novel هل رواية الرومانسية أم الرواية اللي فيها تحقيق إذن رح نرجع السؤال which is more thrilling نقطتين رئيسيتين a romantic novel or a detective novel question mark حاولي مستغر خطك عشان يسعى معك إذا هاد اكتب على الدفتر السؤال بتحتيه الإجابة تمام طيب مين اللي فيه أكثر مغامرة which one a detective novel فيها إثارة فيها تشويق واضح thrilling إثارة تشويق a detective novel is more thrilling واضح is more thrilling هي أكثر تشويق من الرومانتك novel أكثر إثارة for useful more detective question mark whose children are for serious يلا that's 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 so all who's who's عمي بدي أسأل mean who's detective serious for no who's detective serious جمع are more are more useful more useful for children للأطفال برجع عيد السؤال whose detective serious are more useful for children شو الأكثر شخصية المفيدة للأطفال اللي هي محمود سليم detective serious are more useful for children أكثر إفادة للأطفال number five detective is who most the famous in question mark history بدي أحكي ميل أكثر مشهور في التاريخ who من أدت السؤال who is the most famous لأني أنا عندي superlative who is the most famous detective in history question mark طبعا مين لأكثر شخصية مشهورة which Sherlock Holmes is the most famous detective in history واضح in history طيب ننتقل الآن لأكسرسيز number eight use these notes to write a paragraph نستخدم النوط الموجودة لحتى نكتب paragraph تكتب بخط مرتب على الأسطر معطيني الكلمات أنا راح استخدم هاي الكلمات لحتى نكون السؤال أو الإجابة who بما إنه في عندي هون داش معناتها راح أعمل كتب تعديل who Sherlock Holmes great enemy question mark طيب عندي great عظيم طيب who was was كان أكثر عظيم who was لاني بدي حكي عن الماضي الأداء راح استخدمها الفعل الزمن راح استخدمه بالماضي راح نستخدم بالنسبة للصفة comparative أو superlative حسب الصفة حسب الجملة who was Charlie Holmes طيب enemy طيب great عظيم طيب وأكثر شخصية كانت عظيمة طيب معناتها أنا بدي أحكي عن superlative الجملة تفضيل بما إن هالجملة تفضيل ده تطلع الصفة great great عظيم one syllable إذن لما تكون one syllable مقارن مقطع واحد تفضيل شو راح نضيف لها est شو راح نضيف للصفة est إذن شو ده تصير greatest إذن السؤال راح يكون who was who was Charlie Combs greatest in enemy العدو أو الخصم واضح it professional moriarty السؤال جواب طيب it إذن بدي أحكي عن ماضي it was عفوا professor آسف يمس it was professor moriarty واضح كان اللي هو البروفيسور moriarty اللي هو great enemy بالنسبة ل Charlie Combs he the bad criminal criminal جريمة in the stories of Charlie Combs طيب هو كان الأسوأ جريمة في قصص Charlie Combs he was the bad الأسوأ أسوأ شخصية شخصية كانت بالجرم criminal جريمة في قصصه طيب bad إذن شو راح تصير worst لأنه عندي superlative إذن he was the worst criminal in the story of Charlie Combs واضح يمس he was worst criminal in the stories of Charlie Combs full stop يلا he not like Charlie Combs ما كان يحب ايش ما كان يحب Charlie Combs يلا عالماضي إذن he didn't لالماضي he didn't الفعل راح يضل زي ما هو he didn't like Charlie Combs and he want to stop his detective work بدي يوقف عمله want إذا راح تكون عال verb to wanted and he wanted to stop his detective work people say he a genius كان الناس يحكو عنه ان هو عبقري people said he people said he was a genius كان عبقري he a scientist who work who work in a university he a scientist who work in a university اشتغل في عالم اشتغل في الجامعة he he was a scientist who worked بالماضي in a university اشتغل في الجامعة some people think يلا مباشرة some people thought some people thought he was intelligent holmes طيب معناتها انه شو عندي هون مقارنة الصفة ما لها intelligent صفة طويلة اذن he was more intelligent than holmes but holmes defeat him but holmes defeat him لكنه هزم but holmes defeated him moriarty moriarty successful than holmes ناجح اكثر عن holmes moriarty was كان اقل نجاح عن holmes عشان هيك هو كان غير من ه moriarty was less successful لانه صفة طويلة و عندي مقارنة is less successful than holmes واضح يا miss فهمناها طيب اذا اكمل الجمل اكتبها بخط بمرتب على الاسطر وبهيك ان شاء الله بنكون انهينا حصة اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته